اشتركوا في القناة في قطاع صناعات الفلاحية والغدائية. لنستماع في هذا الإطار لوزير الفلاحة عزيز أخنوش متحدثا لمايكروفون شوف تيفي. هذا اللقاء هو جد مهم. البنك القدفلاحي. البنك الذي يساهم في المياه المختص المغرب الأخبار ويواكب الاستثمارات على جميع المياه دي. اليوم كتعفوا بأنه الحكومة وقعت مع القطاع الخاص لكومادا وكذلك جميع الفدغارية المهنية واحد الاتفاقية باش تشجع الاستثمار في الميدان ديال الصناع الغدائي. واللي غادي تجيب تقريبا واحد قيمة مضافة ديال 13 مليار ديال الدهم. أكثر من 90 مليار ديال الدهم ديال الاستثمار في المستقبل. ديال رقم المعاملات. و12 مليار ديال الدهم ديال الاستثمار. هذا الاتفاق اللي جاو لليوم الأبنك. غا تواكبوا بتمويلات منتظمة وخاصة باش تفعل هذا المنتوج. هي جدا مهمة لأنه الحمد لله المنتوج الآن يتحسن سنة عن سنة وخصوة تمين وخصوة كذلك باش يتصدر الواحد لعدد ديال البلدان اللي باقي موصلها للمنتوج ديالنا. ويكون واحد تنوع في تصديره كذلك. التنمية ديالتصدير في المستقبل. في موضوع آخر أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ملاحفيد العالمي أن تصنيع السيارة رقم مليون في مصنع غنو نيسان بي تنجا منذ افتتاحه في 2012 يشكل نجاحا لشراكة رائدة بين المغرب ومجموعة غنو. وأقل العالمي في ندوة صحفية بمناسبة احتفال مجموعة غنو المغرب بسيارتها المليونية المنتجة في مصنع غنو نيسان بي تنجا. إن هذا الإنجاز يعد ثمرة لشراكة جيدة عمومية خاصة وبين غنو واحدة. ومجرائها في إشارة إلى توقيع أمس على اتفاقية جماعية بين نقابة الاتحاد المغربي لشغل ومصنع غنو بي تنجا. لا تحول إلى موضوع آخر حيث وقع المغرب مؤخرا على اتفاقية إنشاء مختبر مفتوحة لمجموعة تي بجو ستخوين وهو الأول من نوعه في إفريقيا مخصص للتنقل المستدامة. وذكر بلاغ لجامعة الدولية للرباطة هذا المشروع الذي يعاد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية. يعتبر ثمر تعاون بناء بين كل من الجامعة الدولية للرباطة وجامعة محمد الخامس وشركة الفرنسية بجو ستخوين. وفي موضوع آخر وأخير من المتدر أن يرى مشروع بالمي بلايس الكائن بقلب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء نور قريبا جهر شتنبر المقبل بعدما تطلب إنجازه أربع سنوات. مزيد من التفاصيل في ورقة عبد الرحيم رموحي. أربع سنوات هي المدة التي تطلبها إنجاز مشروع بالمي بلايس العقارية الذي يقع بقلبية الدار البيضاء وفق أفضل المعايير الدولية كما يتكون من خمس وحدات من عشرة طوابق علوية وتحت أرضية إضافة إلى فضاءات عمومية. هذه تقريباً أربع سنين ونحن نعمل فيه تقريباً قابل التسليم في شهر سبتمبر سيكون الأشغال النهائية ووزعمة لكي يدخلوا ويسكنوا. هذا المشروع هو بحد داتو واحد الإجابة على واحد نوع ديال البرودوات المتواجدين في السوق. هذا البرودوات يلفيز ديال أفعتمان ديال أستاندينغ لي ناس كي برويسكنوا في السنتر فير. هذا البرودوات مما بين الأفكار اللي حرصنا عليها في هذا المشروع وهو الناس يرجعون للسكن في السنتر فير. سي تخير داباً كنشوفوا في كازا الناس ولو كي خرجوا من المدينة باش كي يمشيوا يسكنوا. هذا البرودوات المتواجدين في اسمتازات ديال السكن اللي في وسط المدينة. الامتاز ديالو فيه واحد الفضاءات عمومية بحل هاد للا بلاس، وقد تم إنجاز مشروع بارمي بليس على مساحة 3600 متر مربع خصصت سبعين في مئة منها للسكن الراقي وحوالي مئة وستين شقة من خمسة وتمانين إلى مئة وستين متر مربع المتيازات ديالة المشروع وهو جيف واحد المنطقة مبين كارتير بالمي وكارتير معرف دونك جيف واحد المركز واحد le centre ديالة مبين لاجادة دو كارتير وشكل التسياح للساكنة لأننا مصابين بحضرات مجودة عالية لمنحية ديال الفيناسيين وإتقان دياليز انتربريزيين اللي شاركو في المشروع تقرب المشروع فيه أبو بخي واحد صوصانة أبارتمن من التراوح المبيل الابارتمن ديال 1 شامبر الابارتمن ديال 2 شامبر الابارتمن ديال 3 شامبر يعني حتى الوفر ستبغطي كل الفامي يعني جميع الفئات ديال طبقات العائلات الكوبل الفامي تبارك الله واسعة وذلك شي هذا سيتم إذن تسليم أولى الشقاق بداية من شهر شتنبر من العام الجارية ويعتبر المشروع مركبا مندمجا بوحدات سكانية ومهنية وتجارية تنسجم مع موقعه الجغرافي بحي النخيل وبهذا نكون وصلنا إياكم لختام موعدنا الاقتصادين نشكروا لكم طيب المتابعة في أماني الله